السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شفتوا سأل أخونا اللي قال إيش الأخطاء اللي ارتكبتها في حياتك الحقيقة الأخطاء كثيرة جدا والأخطاء الواحد يستفيد منها فتكون شخصيته يعني لولو الله ثم هذا التجارب وهذا الأخطاء ما كانت شوفون أحمد بدايو زي ما هو الآن مدريت صورة الصورة مهما كانت الأخطاء بشعة أفادتني وراح أذكر كثير من الأخطاء وأنا عارف أن نسيت منها كثير يعني من الأخطاء أني كنت اهتم لكلام الناس وزي ما قالوا كلام الناس والله لا يودي ولا آخر كلهم يا حقدة حتى لو كان الرسل لن يرضون عنه يا محب يزعل لما تخطي ولذلك في الحالتين كلهم شعور كلهم شعور فقط من الأخطاء أني كنت أتوقع أن الجامعة بتجيب لي كل شيء اكتشفت أن التخصي اللي درسته في وادي والعالم في وادي ثاني وما هي إلا أوقات أو نقول تبرير لك والأهلك أني درسته وكملت الجامعة واخد مجلسة واخد دكتورة يعني لما تلاقي صاحب شركة أضخم شركة في الكرة الأرضية حق فيسبوك ولا حق سناب شات ولا حق ما عنده ما عنده أي شيء أعظم سياسي العالم ما عنده أي شيء وتلاقي اللي مخضين أعلى درجات العالم هم أقل شيء ولذلك لا تعتبر الشهادة معضلة ولا تعطي الشهادة أكثر من حقها خبرات الحياة هي الأهم تلاقي واحد لا يقرأ ولا يكتب يدير لك ألفين ثلاثة آلاف خمسة آلاف واحد من الأخطاء اللي ارتكبتها التشتت التشتت قتلني يعني كنت تشتغل أبني هنا وأبني هناك والمرتج عذاك والمزرعة هذه كلها في النهاية تفشل إن لم تركز على أقطة واحدة لن تبرز لن تبرز خاصة اللي عقولهم تباعدية مثلي هنا وهنا وهنا وتقرأ هنا وتقرأ هنا وتقرأ هنا شيء مرعب راح في النهاية صح أنك تأخذ من الكل بعض الشيء لكنك لن تحصل من الشيء كله أبداً من الأخطاء مثلاً دخلت تقسيط سيارات فترة من حياتي عام 2013 وكنت قصت هاي الكسرات غمارتين ومدري شوية عن أربعمية وخمسمائة ألف وفي الأخير وناس معسرين اللي أخذوها وظروفهم صعبة والله إلى هذا اليوم ما استحصلت منهم تعتبرها صدقات تعتبر أن أخسرت نصف مليون فيه وإلى اليوم إلى هذا اليوم حتى ما كلمتم من أشتكيتم لأنهم ظروفهم صعبة لهذا اليوم من المشاكل مثلاً فتحت مطعم ضخم وما كنت مراقب له ولا كنت حريصني أداوم فيه وكنت حط ناس متكلة عليهم طلعوا ناس ليسوا ثقات حتى فلس المحل وخسرت مثلاً في 150 ألف مثلاً مرحلة فتحت مطبعة مطبعة المشكلتها كانت مطبعة رقمية ليست من المطاعم الجي تي اول العادية رقمية يعني لن يدير هالأشخاص فهموا في الأشياء الرقمية وهم قليل جداً وصارت مشاكل وخسارات وديون لأنني كنت بعيد عنها شوي من أخطاء الثقة العمياء كنت أضعها في من يعمل معي وهذه الثقة ستخسر كثير 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 من أخطاء إني تزوجت متأخر بعد الجامعة يعني وصل عمر 22 سنة وتزوجت مثلاً أعتبر نفسي متأخر الزواج نعمة من نعمة للزوجة الصالحة نعمة من نعمة للأولاد نعمة من نعمة للأولاد يعني ولدي باس أم مثلي موظف وراتبو أضخم مني بأربع ثلاث مراتين تعينت ورجل ونوياه شباب نفهم بعض يعني ما جاء عمري 23 أو 24 كده عندي ولد مثلاً فتأخير الأولاد برضو مشكلة من المعضلات والأخطاء اللي واجهتني إني كنت أبغى أقول شوفوني يا ناس إش عملت من بيوت تشوفوني ناس إش عملت من عماير ما أحد يهتم لك ما أحد يهتم لك وبتشوفون كلامي هذا لن يهتم لك أي واحد بري بوالدي كان هذا مكسب مكاسبي واعتبرني قصرت في الفترة الماضية أخواني وجمعتنا كلنا سوى هذه مكسب مكاسبنا الوقت اللي ضاع على أناس لا يستحقون على أناس أنذال على أناس مرض على أناس خونة يعني من من كفر بالله الذي خلقه تستوقع أنه يخلص لك يعني شي 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 تعلمت عندما كبرت تأخيري لأعمال خيري لما بعد الثلاثين أو بعد الخمسة وعشرين مع أني كنت أقدم أنا أنا صغير لكن لم تكن بقوة بعد الثلاثين كنت أخدم وأشتغل بتفاني في عملي على المرات يومين ثلاثين ما أروح بيتي مع أناس كان أهدافهم أخرى كانوا استخدموني كأداة حتى يرتقون عليك ولذلك أعتبرهم الأخطاء الفادحة نضيح جزء من حياتي معه ناس ليستحقون أن تعيش معهم ليستحقون كلمة شكرا أصلا من أخطائي الكبيرة جدا أنه أنه قصرت في مجالات تجارية معينة بحيث أني كنت مبرمج وتعلمت البرمجة بعد التخرج وكانت ممكن تفتح لي مجالة ضخمة جدا لكن تركتها وتشتت في أعمال البناء وفي أعمال الطين وفي أعمال الحجر وفي أعمال الهندسة وفي أعمال الكيميا وفي أعمال الزراعة وفي أعمال البيئة وفي أعمال المجتمع يعني أشياء كثيرة جدا تشتت فيها فتركت التخص الرئيسي اللي أبدعت فيه بعض الأنظمة شغالة معي إلى اليوم من غلطاتي القاهرة والقاتلة التي مسحت كل ما امتلكت دخولي في الأسهم بملايين كان جمعتها من تجارتي ومن الأراضي يعني أنا أولى ثانوي أو تقريبا أنا برمج ثالثة ثانوي يمتلك محلات ثالثة ثانوي عندي بوفيات وعندي كذا وعندي محلات فكلها جمعتها وأدخلتها وهذه أحد من الغلطات أنك لا تجمع مبالغ غلطة ضخمة وتجعلها في مكان واحد يعني حاول أنك تنوع محافظة قدر ما تستطيع بحيث لا تترك محفظة لقد وضعت عليها من يديرها يديك زعلان لأننا قاعدين نحرق بواقي نفايات وأشياء كده في المزرعة يجب أن تحرق في أجزاء من الأوبئة أو الأمراض اللي تجي في المزرعة ما لازم تضعها في جانب لأن ستنتشر بالرياح لمواقع أخرى يجب أن تحرق من الأشياء اللي مثلا قصرت فيها مثلا عندي 11 ألف زميل مثلا وهذا يعتبر هذا ضخم ما تتسلم على ذا ما تتقابل ذا ما تتعطي ذا بعضهم عفوا في الكلمة طه حالب بعضهم مستغلين بعضهم يعني زي كده من الأشياء الجميلة أني معتمد على نفسي معتمد على صحتي معتمد على كلها بعد الله رياضتي لياقتي عالية طموحي شبابي همتي إذا قلتك خمسين ألف مشروع دخلته وفشلت فيه ثق أنه يحز في قلبك لكنه قضى وقدر والله قدر ويعني آخرتها آخرتها لم تقعد أخذت سألها مثلا من بنك الراجع نصف مليون ودخلت فيه مشروعين لم أكمل المشروعين ما كفى المبلغ هنا وهنا من باب التشتت اللي حصل أو سيحصل في حياتي امتلكت مجموعة من الأعمال أنا ميزة ما زال أطمح حني أنجزها الثلاثة مشاريع اللي في حياتي الكبيرة اللي هي مزارع الهيدروبونيك والأكوبونيك في عرم رم والمدينة السياحية والقرية السياحية على وادي على النهر العظيم والاستراحة البيئية اللي أنا فيها الآن اللي في الدربة حاولي يكون عندي ثلاثين وحدة استراحة بيئية بحيث واحد أخذ مسحات وينزل يشتغل معي في المزرعة ويطلع وكذا بحيث أن يوفر جو أن الواحد يعيش بصحة وينتج ويتعلم أشياء معينة هذه ميزة الميزات من أخطاء أني ما سافرت كل ده العالم إلى الآن باقي إن شاء الله باقي أسافرها من أخطاء عدد ضخم من المعدات والسيارات كنت تمتلكها ممكن عشرين خمسة وعشرين معدة موجودة معاك وهذه مهملة وهذه مهملة وهذه مهملة وضاعت اشتغلت في المقاولات اشتغلت في الأراضي اشتغلت في البناج يعني تشتت ماله ولكنها بنت شخصية عجيبة بنت شي في فكري ذي الحنجيني أي واحد يقوله لا 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 صلح لا تصلح اعمل لا تعمل مفروض أن يفتح شركة الاستشارات وتأخرت فيها حتى أستفيد وأوفيد تأخرت في أوقاف أحمد بدوي يعني ما عندي يمكن 250 بير ولا يمكن اللي قد خلصتها في الفترات الأخيرة وأوقاف علمية أوقاف للبيئة وقاف المكافحة المخدرات وقاف يعني عندي أوقاف صحية وقاف ثقافية كثير جديد تأخرت فيها المفروض أني قد واصلت المفروض أني زي سميت واحد من قدواتي أنه يكون قد أسلم عليدي كم مليون لكن الآن عدد قليل ولكن إن شاء الله الأمل أنه يسلم عدد أكبر من أخطائي أني ما كنت يعني أعرف العدو كنت تعتبر كل الناس أصدقاء حتى العدو أعطو ما في إشكالية فإذا في الأخير فمن باب الإخلاص وأنك تنفع المجتمع يجب أن يبقى لك حدود معينة لأعداد تحجمهم لا تثق فيهم لا تثق في أراءهم من الأخطاء التنافسية اللي كنت أشوفها عند الموظفيني وأشيائي أني كنت أحاول أقول نعم للكل وهذه غلطة من الغلطات حياتي القاتل أنك لا تقول نعم لكل شي من أخطائي أني كنت لما يكون عندي شغل أشتغل بيدي طيب يعني وكل عسى سمديك تنجز أشياء أعظم لك من أخطائي وجود مبالك كبيرة كانت موجودة ما شغلتها مثلا لعدم وجود الثقة في أناس يشتغلون كما أشتغل ممكن أنا طاقتي كبيرة وقدر أشتغل بيدي زي العمال لكن غيري ما يقدر فلما أجيب مدير يشتغل معي وما أشوف يشتغل بيدي وقل هذا غير مخلص مثلا وكانت واحدة من الأخطاء القاتل أني لم أكن أجد بجواري أحد يعني ما كنت أجد أحد زي ما فيه يشتغل عامل وينزل في الأبار يحفر وينزل في القطاصات ويطلع ويزرع ويحفر ويبني مع البنيين وياكل معهم يعني كان عندي طاقة عجيبة لما أقيسها لأخرين ما أحد يقدر ولذلك فشلت في الحصول على أناس ثقات يعملون معي لأنهم سيعملون من نصف الطاقة لأن طاقتي كانت شوية مرتفعة فما كنت يعني واحدة من أخطاء القاتلة أني لم أجد أناس من نصف طاقة يشتغلون معي حقيقة كان عندي فترة قوارب وصيد كان عندي فترة تعبية وتغليف كان عندي فترات لكني كونت منها خبرات يعني لو بدأ الآن مشروع تعبية وتغليف لن أقع في نفس الأخطاء اللي وقعت فيها زمان سأنجح شيء محسن الملاي اللي ضعت عليه في الأسهم وكانت الأسهم ما تدري ليش يرتفع وليش ينزل وكانت مضاربات السهم الخاصة اللي ارتفعوا السهم الكسبان ينزل ما كانت طبيعية لكن الآن وضعت لها أنظمة وقوانين الآن أصبحت محكومة بفعلا نقدر الواحد الآن نستثمر في الشركات اللي تنجح لأن الفلوسك راح تزداد لكن كان زمان ما تدري ليش يطلع ذا وليش ينزل ذا وليش يروح ذا وخسرت مبالك كبير جدا من الخسارات أن معظم الأراضي اللي معي موجودة يعني لم أضع وكلاء ينجزونها قانونيا تعرفوا النظام اللي جالح ما كنت تتوقع أن يجي نظام أن الأرض اللي معيها سك تصير كده وتصير كده فيها مشاكل زي كده ما كنا نتوقع أن يأتي مثل هذا النظام من الأخطاء الكبيرة جدا أني ما كان لي فترة للترفيه جيدة مع أني كنت أسافر كل شهر خارج المملكة لكن كان عمل حتى سفرات الترفيه كانت عمل بالنسبة لي من الأخطاء أني كنت أدلل أولادي شيء أما وكنت أضللهم وكنت المفروض الولد يتفك ويتعلم بس تحت رقابتك يعني يكون شخصيته تحت رقابتك لا تحاول أنك تعطي الولد أو تدلعه ترى هذه يطلعك شخصية ما هي جيدة في المجتمع من الأخطاء عدم قربي من أولادي لكثرة عمالي لكثرة شغالي لكثرة انشغالي لمحاولة شغال نفسي لأن عقلي كان يشتغل بشكل والله لو أعد لكم ألف خطأ ممكن تقولون قليلة ولذلك كل من يعمل يجب أن يخطي والحجر لا يعمل الله أديك الروم إذا أزعجنا أزعجنا خرم علينا المقطع لكنه جزء من البيئة جزء من المشاكل يجب أن أي مشكلة تلاقيها وما لها حل زي كده قاعدة صيح اعتبروا صوت رومانسي قاعد يفيدك وقاعدين عشكي هذا الأجواء الرائع يذكرك بالبيئة من أخطائي مثلا أني كنت لما أنهزم يجيني حالة نفسية المفروض ما يجيك حالة نفسية قدر الله من تهينا يلا شوف غيرها تنصد من زملاء اسحب عليهم وانتهى خلاص انسحهم من حياتك حافظ على زملاء أكل جيدين أنا أعرف الصدقات بسبب انشغالي فلتها تعتبر غلطة من غلطاتي عموما ممكن تتبعها حلقات الأخطاء